اهلا و سلام بحضراتكم مرة أخرى قبل ما نتكلم في هذه الأمور يا كابتن مات برضو عايز سألك عن أهم أسباب الأزمات اللي بتحصل عندنا في الدوري خلال هذه الفترة أو الفترة يعني دايما الأزمات الدوري يقول لك إيه تلاقي ما تشاب بتتأجل زي ما بيتقال خلي بالك ما هو عايز يوديك في سكة إيه في سكة إيه نادي الأهلي بيدمر كل حاجة بيكسر كل حاجة فيعني أزمات بتحصل يعني والدنيا مع أن الدنيا ماشي ها وجهة نظري وإحنا بقلنا فترة كابتن الإسلام على الأزمات دي وكل سنة نقول إن شاء الله بيزل الله حنبدأ نحل الأزمات دي حنبدأ نصالح من الأزمات دي منها بدأ بداية المسابعة إحنا بقلنا سنين ما بنعرفش المسابعة تبدأ أمتى وحتنتهي أمتى وبعدين مش الدور الممتاز بس والممتاز بيه والمرحلة التانية والتالتة والقطاع النشئين بنعاني بشكل كبير جدا على تنظيم الجدول ده صحيح وبعدين تبص تلاقي يعني أنا مثلا عن تجربة عشتها في النادي الأهلي ست سنين مع الألمان مع هولمن وتسبل اللي كان بيجينا اللي كان بيجينا التلات أربعة سبيع الأولين فالراجل انت عارفين الألمان أو الراجل الخواجة بيبقى جاي معه مع الخريطة بتاعته طول السنة هيشتغل إيه من إمتى لحد ما ينتهي فالراجل لما عادنا معاه قال لنا بقى يلا بقى أقولولي بقى عشان أسكن أسكن التدريبات والوحدات والحاجات فإحنا قلنا له لو وصل لنا ثلاث أسابيع بس من الدواء الراجل صدم فوجئ قال لك الله المقاسي مجلوش جلد معقولة 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 يعني إحنا ما فيش تنظيم أو ما فيش جدول موجود في المسابقة بيقول إن الحاب ده إمتى وحاني إمتى فقلنا له مع الأسف مش موجود إحنا حنتطر نشتغل معاك بالقطعة حتة حتة أه حتة حتة لما يجينا حاجة حنبلغك بيه الحاج مؤسن تنتوي أنا أسف قال ساعتها في أحد يعني إجاباته قال إن الراجل مع الصدمة بيستوع الحاج مؤسن مكنش عايز المشهد يبقى كده البلده قال لك الراجل فكر إن مصر العظيمة دي الحكاية دي بس هتاخد لها نص الموسم ولا حاجة بعدين تتعدل تتعدل ففوجي أكتر أما أعرف إن هي دي حدود تلس سنين هلمان وتلس سنين تسوبي يعني ست سنين بينعاني سنة كام تسعينات ولا ده ببداية حواخر التسعين يعني بداية خمسة وتسعين أفين خمسة وتسعين أفين خمسة وتسعين أفين شوف الكلام ده منذ الحاجات اللي كانت محزينة بس شوف الكلام اللي يقول له كابتل مهار ده كان من إيم تقابتل الإسلام خمسة وتسعين مبارح اللي هو مبارح بقى مش بعيد تلاتين سنة يعني كان الحاج عامر حسين طلع قال أشك إن الموسم ينتهي في المعادة هو قال كده بناء العالمين ده نقول له حراك الحاجة بقى في نفس مبارح برضو ريزة بتطلقان ده قال له قد لأ الكلام الحاجة عامر حسين لأ أستغتلط عليه الأمر لأ وأنا بقول للناس إنه هيخلص في نفس التوقيت ده ده الاتنين على ترابيزة واحدة مختلفين في الدور هيخلص إيمت ده بيقول مش هيخلص في معادة وده بقول هيخلص في معادة متخيل القصة ماشي إزاي متخيل إحنا إحنا وصلين فين فطبيعي ما في ناس برضو خلي بالك مش مركزة في اللي جاء يعني مش مركزة في اللي بيحصل دلوقات اللي بيمركزة في اللي جاي وأكتر مين اللي مركز في اللي جاي؟ هم؟ يعني في الست شهر اللي جايين بقى عايزين يعملوا ايه؟ لالكرة ولا المين؟ من الانتخابات آه طيبة نافهم بس نازل لنا عام فايل الانتخابات عدت أنا أنكاتب محمة حشيش خلاص عدتوا لا نرجع له لا لا أنا مش عايز أرجع له الحقيقة صعب الغتب من جيبت اللافة الانتخابات هي المسألة موضحة عسل في ناس من دلوقتي أنا أقصد أن في ناس ما عنديش مشكلة لكن أنا أقصد أن في ناس من دلوقتي بتقدم نفسها كرئيس للاتحاد طب أنا أما أول واحد أزكيهم في أكثر من كده هنعمل زي ما الكبير الأهلاو بيعمل بيعمل إيه؟ يعملوا عكاة التلات يام اللي قلت لك لو جاء التسونامي ده وخلى التلات يام بفرق العملة يبقوا يوم هيوافق برضه إحنا هنزكيهم بس هل هم هيعملوا اتحاد يبقوا ما بيتكلموش اللي بيتكلم في الكورة لجنة فنية أو نخلينا الشعود عليهم هل هم هيخلوا ضمن التراويزة اللي بالانتخاب أن اللي يجي يمسك ملف التسويق مش واحد يتسمى من المجلس لا إما شركة أو حد في الماركتينج اللي هو لما تقوله أعديك 100 جنيه وقولك عايز 80 ألف جنيه عشان أجاب لك 80 مليون جنيه هل هم هيرضوا أن الحكم يبقى حكم محترف ويبقى فيه جمعية حكام وجمعية مدربين ربطة ربطة حكام ربطة نقاس وربطة ليه الطب الرياضي الواحد وربطة للتغزية ويبقى فيه من ضمن خمس روابط من دول تلت روابط فيهم تمثيل مش ليهم هم يعني منهم يرشحوا ناس تنتخب عشان يحفظوا على شكل الأداء ده هل هم هيخلوا ربطة الأندية كل واحد يرشحوا نادي بشرط أني مش هم برضو اللي بيعوا الدور وأنا عشان عشيش وأمامه والكابتن والأستاذ رشحوني في الربطة أنا اللي بيعي إزاي وأنا دي شغلتي فيه بقى أنا أنا جيت رئيس أهو ما شاء الله سأت رئيس قعد أروح قعد أروح جاب الناس بقى شغلتها تبيع وتشتري عشان يعرفوا بيقولوا الدوري ويعملوا الحاجات دي فكرني بمشهد فين فأنا أنا موافق وعشان نوم البتاع دي ليفت والأستاذ عدل الإمام هو بيقول أنا هاحلام عارفة اللي عارفة حاحلام حاحلام ويضرب بالنار هو وفا خلي بالك مواقع مصر تستحق مصر تستحق كده مصر تستحق الحلم بس ناس تقدر تحقق الحلم الظبط كده وبعدين لو أنت عايز تنجح يعني باخل درسة بتاعت الإيه دي يا كابتن عصار لكابتن الإسلام لو أنت عايزت تنجح فأنت تجيب بدك الكسور اللي موجودة عندك بناس تقدر تزودك وتقدر تنجحك يعني مثلا أنا رجل كان مدير فني مثلا عندي كسور مثلا في تاكتك أجيب رجل بتاعتكتك رقم واحد يقدر ينجحني في الجزء دي عندي كسور في اللاقة البدنية أجيب واحد مثلا بتاع أحمال أو رجل معد بدني قوي يقدر نجحني هو ده كابتن اللي احنا اللي بقوله على رقم ستر أنا مش بنطلب تطوير احنا بنطلب أن اتحادنا يبقى زي اتحادات الدنيا كليا احنا بنسبق خطوة عن خطوة الاختيار السليم ممكن يوصل يؤدي إلى حاجة إنما الاختيار الغير سليم عمره ما هيؤدي الحاجة لو أنت عطيت بقى مساعدات الدنيا والدولة لا نحن نحن بحسين مساعدات ولا دولة نحن بنقول في طبيعة اختيارك هتيجي عشان تعمل إيه مين اللي بيختار الجماعية الجماعية ايه جماعية الاستيلاكية يعني مهمة دي يا جماعة الاختيار الاختيار الأشخاص واللجنة أو اتحاد الكورة مجلس إدارة اتحاد الكورة اللي يجي يمسك العناصر تبقى عاملة زي المجموعة جماعة طيب جماعة الأممين أندية وإحنا عارفين كلنا بيتم الاختيارات في زي جماعة مشروع كما يحدث في العالم ما اللي أنا قلته ده عشان كل الأسماء دي لما زيهم برة بيبقى ياخد الوجهة وكل حاجة وطاعة الوقت بتاعه بيتردله في وجهة اجتماعية بس يجيب بقى المتخصصين بقيته بقى أنه محدش بيساوي بين أندية الدوري البريمير صوت زي مركز شباب هشيش شلتوت لمتد ما ينفعش خالص خالص يعني صوت النادي لا ده يروح يصوت وعيط ويعمل كل الحاجات دي في الطرى بناكفة كنت تانية لكن هنا في أصوات محددة بتجيب الناس اللي هتبيع المنتج ده وتسوقوا لأن دي صناعة الأمن القومي والبهجة وكل مجموعة وكل شخص ما يجي شوف البرنامج ويناقش البرنامج وناس متخصصة تناقش الرجل اللي جاي مرشح نفسه ده شوف البرنامج بتاعه ازاي وحينفزه ازاي سراعنا ضد البرامج اللي تتناقش أنا عايز واحد ييجي مع نسخة من أي اتحاد كورة في الدنيا عنده بريمير وسوكوندو وترسو تمام ونوقت كل واحد ياخد وراي معاك واحد زي ده يا عم هنجحك معاك واحد زي ده هنجحك بس بالعربي معاكش واحد زي ده هنجحك ماشي نقول لي اعمل ليحة عشان أنا اللي أقول مين يبقى كذا ازاي عم انت بتعرف حاجة هنفزه ازاي هنفزه ازاي بس هحلم وانت اللي تاخد الطبق ها ها هنفزه ازاي ماشي جبت حتى من احسن حتة في الدنيا برنامج بس انا هنفزه ازاي وعندي القدر انا كشخصية وكتفكير وان انا اقدر انافز الكلام ده ولا لا ما هدي مهم قوي والناس اللي معايا محاصنة مش هحقق الكلام ده او هنفز الكلام ده الواحدة يوصصها لازم زي ما انت بتقول من شوية انا راجل فيه اداري على درجة عالية جدا جدا فيه راجل فني موجود في العضو من الاعضاء راجل بتاع ماركتين كذا وقتها هنعمل ايه بقى وقتها نروح للأستاذ حسين فامي بدان بقى خلينا في القص ان هو المسؤول الكبير نقول له خلي بالسئاتك الناس دي اللي بتعمله مش هو ده الورق ده فندي مضروب وجالنا مكالمة في الحلم الورق ده والله العظيم ما هسقط والله ما هسقط يا استاذ زميلنا في الشمال العربي الافريقي ومش عادة لقول الحمد لله انهم خرجوا عشان ما يحدش برضو جمهوري يفكرني فرحم في الاعلام لا 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 خرج انهم ببقوا زينا يعني لانك انا عمالين يدوني درس يعني يا اخي ده انا لازم احبوه مكتر بدوك درس ايه اللي بتعمله في مصر ده بقى يوكلها لك انت كاعلام في الاخر لان هو مسكتش في المغرب ومسكتش في الجزائر ومسكتش هنا ومسكتش هنا فانا مش هنروح نكلم المسؤول مع الفارق كمان في الامكانيات بيننا وبينهم المفروض ان احنا امكانياتنا البشرية والمادية والفنية والكوادر والناس اللي موجودة احسن مليون مرة والبنية التحتية والبنية التحتية والتعداد احنا زي ما كنا بقول في الحلقة اللي فاتت الاسبوع اللي فات كتبولي حضرتك احنا بندور في النفس الداية ده بياخدنا لتصرحات الاستاذ محمد ابو الوفا مبارح كان بيتكلم ومرة واحدة تطوع سيادته وقال ايه المشكلة لما يكون حزم امام تاني مشرف عام على المنتخب تاني انو كان مشرف لا لا دلوقتي تاني حودة تاني دلوقتي تاني تمام؟ يعني الأستاذ محمد ابو الوفا تخطى فكرة انو اصلا المفروض يحتاج بشوية كده ما يتكلمش ويطلع يواجه الناس لا ده هو طلع ويتكلم وبيزكي حد اصلا الكابتن حازم امام ما تكلمش لحد دلوقتي مساعد مخرج كابتن حازم امام نفسه ما تكلمش ولا برر ولا اعتذر ولا لا اي حاجة لما الأستاذ محمد ابو الوفا تطوع منفردا في انو بيعرض ان المنظومة اللي شايفها كانت ناجحة انو يرجع الكابتن حازم امام ويفضل موجود مكانه كمشرف عام على المنتخب كحرقة وصل بين مجلس ادارة اتحاد الكرة والجهاز الفني للنادي لا الجهاز الفني للمنتخب مصر فهو شايف انو عادي ان الكابتن حازم امام ما عندهوش مشكلة وما عندهوش ازمة وانهو لم يتسبب في اي ازمة ويكون موجود برضو الاستاذ محمد ابو الوفا مبارح لتطوع برضو واتكلم وقال ان الاعلام احنا الاعلام هو سبب ازمة محمد صلاح مع الجمهور كده طب انا انا اسألك سؤال تاني لا 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 سؤال بيني وبينك برضو لما تجي تبص لما تجي تبص محمد الشناوي سب معسكر للمنتخب ويمشي والناس مزعلتش وما عملتش في الشناوي زي ما عملت محمد صلاح هذا فرق جدا فرق جدا الكيس دي حاجة تاني خلص بعضوا اتحاد كرة على الهواء بيتكلم وبيستدع حالتين المفروض بيقول الناس زي ما هجبته محمد صلاح روحه هجبه محمد الشناوي ده المفروض بيستدع حالتين مفيش بينهم اي حالة من التطابق اصلاب ولا بيستدع حالة المفروض اللي هتدخل جراحي عاجل علشان يكون موجود ونسي الأستاذ محمد البقافة نسي نفسه لما كان محمد الشناوي في البطورة اللي فياتت جات لقصابة عضلية زي زي ما بمحمد صلاح ورفض انه ينمشي بالمعسكر وفض القاعد وفض القاعد كواحد من قادر رفض المغادرة هو اللي رفض المغادرة هنا بقى القياس يا كابتال اسلام دي اصابة عضلية ممكن اقعد ولا لا دوري خلي بالك احنا ممكن نختلف في هذا الامر كمان لان انا كنت من الناس اللي شايفة ان محمد مفيش مشكلة انه هو يمشي باستثناء انه هو كابتال منتخب لا خائد المنتخب لا بد ان المنتخب هو مش كابتال عادة لا لابد ان يكون حاضر الشارع امتزعت واختصرت في محمد صلاح مش عشان ياخد العلم والطس لا كان لازم يبقى حاضر لا بس كان له دور الواضح كان لازم يبقى حاضر يكملوا اه اه يكملوا من يدر الملوش دول؟ من ما يقولش ان ده عيقونة احفادي واولادي والعرب والعالم كله لكن ما دي برضو بتامن بتامن هي دي الفكرة يقول على عضو مجلس ادارة عشان كنا يقول الحضرات احنا في نفس الدايرة نفضل هم دول الناس اللي بيفكروا هم دول الدايرة دي هتخلص لما الناس دي تمشي وفي ست الشهور اللي جايين دول ما يكونش فيه مشرف لا مشرف ولا مجلس ادارة والاجاز فني يشتغل يشوف وراء ايه فنيا واللي هم يعزوا ينفذوا يا كابت الخارج انا عايز اقول لحضر الحاجة طب وبعد كده احتياراتنا اه احتياراتنا اه احتياراتنا للناس اللي جاي بعد كده اهمش احتياراتي ولا احتيارات حضر انت هدري ما هو احتياراتي اه جميع العمومية هي قصة اللي احنا كنا نتحدث بس انا بقولة كابت الخارج الجميع العمومية لازم تروح كل الخبرات اللي موجودة فيك يا مصر حاليا عادي في البيت اذا كانوا اداريا او فنيا فالنهار دا احنا بنظم من الجميع العمومية ان الخبرات اللي موجودة دي اللي اكتسبت السنين الخبرات ما بتقدمش نفسها كابت ما بتقدمش نفسها يعني بتاع بكورة نفسه وحاجر اه اه يعني فيه كوادر كوادر خبرات كبيرة جدا جدا وخدمت هذا المبنى العظيم طبعا مع الاسف مش موجودين على الساحل ومنهمش اي دور ولا حتى الناس بتفكر فيهم او حتى بتستعين بيهم كخبراء او كمستشارين مستشارين فمع الاسف اه فيعني نتمنى نتمنى ان فتر اللي جاية دي الستوشر يكون بالنسبة للجميع العمية اللي جاية يبقى فيه فكر بقلاش ايه اللي يختلف جميع العمية ركبت الاسلام انا عز بس اقول الحاجة يعني تعباني بقالي شوية عايز اقولها يعني اي حد بيجي الاتحاد او بيجي في اي حد في مصر عارف انه مهما بيعمل مفيش حساب يعني هل انت سمعت في يوم ان فيه كشف حساب عن الفترة الماضية كانت ايه عارف الكلام بيتقالك ايه انت سمعتها ازاي لا بس هقولك عارف الكلام بيقولك انا متطوع يعني ايه مش عايزها نفسي تتغير المتطوع بغض النظر ان احنا مش عايزينها ونفسيها تتغير ولكن انا بتكلم هنا عن منطقة